قصص من عبق التاريخ فيها من الجمال والعبرة والحكمة والحنكة ما يأخذك إلى عالم الخيل والتشويك القصصي لقصص من قديم الزمان أرجو أن تنالي القصة إعجابكم ولا تنسوا عمل لايك للفيديو وتفعيل الجرس وهذا يدعمنا كثيرا كان يمكان في قديم الزمان ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في قصة جديدة على قناة نور الحكايات والقصص كما وعدتكم الجزء الثاني من قصة الراعي الشجيع وهي من تأليفي وحصرية لقناة نور الحكايات والقصص اعمل لاك الفيديو اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي يصلك كل إشعارات القناة إن شاء الله كان في بلاد بعيدة راعي كريم وصار أمير عظيم عاشت مملكته مدة كبيرة من الزمن في سعادة ورخاء العيش كان الأمير الراعي دائماً يتجول في المملكة بملابس التجار لكي يتفقد أحوال الرعية والفقراء من الناس وكان دائماً كريم مع الناس وفي يوم من الأيام كعادته ذهب إلى إحدى المجالس التي يجتمع فيها الكثير من الفقراء من عامة المملكة وكان يتناول معهم الشاي ثم مشى في طريقه في شوارع المملكة الكبيرة فرأى صعلقين من اللصوص يضربون امرأة عجوز فذهب إليها الراعي المتنكر في زي التاجر وهرب الصعلقين مسرعين عندما رأوا الأمير وحملها الراعي بين ذرعيه وسألها عن دارها فدلته العجوز وذهب بها إلى حيث تسكن وقام بإطعامها ثم طلبت منه العجوز إحضار قلة الماء وبعد أن اطمأن عليها التاجر ترك لها صرة من المال بها الكثير من القطع النقدية والذهبية وعندما هم بالخروج نادت عليه المرأة العجوز وقالت له أشكرك أيها الراعي الكريم والأمير العطوف تفاجأ الراعي بكلام المرأة وكيف تعرفت عليه وهي تكاد ترى بضعة أقدام أمامها فرد عليها الأمير الراعي وقال كيف عرفتني أيتها العجوز قالت له لا تشغل بالك بي ولكن احذر ممن حولك وكررتها مرتين ثم نامت المرأة العجوز وهي مطمئنة فذهب الأمير الراعي ولم يشغل باله بكلام العجوز وطلب من كبير الحرس البحث عن هؤلاء الصعليك الذين هجموا على المرأة العجوز المسكينة وكان الأمير الراعي سعيد لأنه كان يحب أهل المملكة وكان يحبه كثيرا هم أيضا وكان لا يوجد ما ينغص عليهم حياتهم وفي يوم من الأيام طلبت الأخت من أخيها الراعي أن تذهب إلى بلدتها وبيتها القديم لأنها لا تحب العيش في القصور وتفضل الأراضي المخضرة وسط الفرشات والطيور ونابع الماء الجميل وبقرتها الحلوب وافق أخيها الراعي على سفرها بعد أن ألحت عليه كثيرا وأمر الحراس بإخراج عربة يجرها ستة خيول من أجل حمولة العربة فكانت العربة محملة بكل الخيرات مهل الذ وما طاب من ذهب وجواهر ولحم مقدد والكثير من الطيور والكثير من الأشياء لكي تقتيت عليها أخته وقال لها أخوها الأمير لا تقلقي يا أختي العزيزة سوف آتي إلى زيارتك في القريب أنا والأميرة وسوف نقضي معك بعض الوقت لأن أخوها الراعي أصبح أميرا وأشغى له كثيرة وكان يرعى أمور الشعب مع الملك لأن الملك لم يعد قادر على ذلك وكان يعتمد على ولده الراعي الذي لم ينجبه في الاهتمام بكل الأمور الخاصة بالمملكة وادعى الراعي أخته وذهبت إلى حال سبيلها في رحلة إلى قريتها القديمة سبعة أيام وكانت تبلغ مدة الرحلة إلى بلدتهم القديمة حوالي سبعة أيام وبعد عدة أيام سأل الراعي على الحراس الذين رافقوا أخته لكي يطمئن على أخته لكن قال أحد الحراس يا سيد الأمير لم يعد الحراس بعد إلى الآن ثم سأل عليهم مرة أخرى بعد عدة أيام لكن أجابه الحراس وقال لا يا سيدي لم يعد أحد إلى الآن فكان الأمير الراعي قلق على أخته وما حل بالحرس أتت إليه زوجته الأميرة وقالت لا تقلق لا تقلق يا زوج العزيز لعله خير إن شاء الله وقالت له أيضا ويبدو أن الحراس وجدوها فرصة وقالوا نستمتع ببعض الوقت وسط الينبيع والمروج الخضراء الكبيرة فلا أحد يستطيع أن يقاوم جمال المروج الخضراء والبحار العذبة وأتمنى يا سوج العزيز أن تأخذني في يوم إلى هناك قال الأمير الراعي بالتأكيد يا حبيبتي سوف أخذك معي في أول زيارة إلى أختي لكني قلق عليها الآن نادى الأمير الراعي على كبير الحرس وقال له أرسل بعض من الجنود لكي يستطلع الخبر لماذا تأخر هؤلاء الحرس إلى الآن قال كبير الحرس أمر مولي فأرسل كبير الحرس الجنود كما طلب الأمير الراعي منه وبعد عدة أيام سأل الأمير عن الجنود هل عاد أم لا قال أحد الحرس لا يسيد الأمير لم يأتي أحد من الجنود إلى الآن ازداد قلق الأمير الراعي كثيرا وقال لن أستطيع أكثر من ذلك يجب علي أن أذهب بنفسي وقرر الأمير الراعي استحاب بعض الجنود معه وفي الفجر دون أن يعلم أحد ذهب الأمير ومعه بعض الحرس وترك قائد الحرس وكان اسمه جحدان مع الملك لكي يرعى شؤون المملكة إلى حين عودته والاهتمام بالملك ذهب الأمير الراعي في طريقه وفي اليوم الثالث من رحلته داخل الغابة المؤدية إلى بيته الذي تركه لأخته منذ زمن وكان الراعي يحدث نفسه قائلا هل حدث شيء لأختي وأين الجنود يا ترى يا ترى ظل يكرر هذه الكلمات كثيرا وأتى إليه أحد الجنود المخلصين وقال له يا سيدي لا تثقل على نفسك سوف نصل قريبا إن شاء الله ووصل الأمير رحلته مع جنوده في الليل والنهار لأنه كان يزداد قلقا أكثر وأكثر وصل الأمير الراعي في الصباح إلى بيت أخته القديم طرق الباب لكن لم يرد عليه أحد كسر الباب ودخل ونادى عليها كثيرا بقلب مكسور حزين يا أختاه يا أختاه أين أنت يا حبيبتي يا أختاه نظر الأمير الراعي نظرة بعيدة فرأى منزل قديم كانت تعيش فيه امرأة عجوز ذهب الأمير الراعي إلى المرأة العجوز فكانت تعطف عليهم كثيرا في صغرهم وأعطوها الأمير بعض المال ما يجعلها سعيدة سنين طويلة قبل الأمير الراعي يدها وشكرها على عطفها عليهم قديما وسألها عن أخته وقال هل رأيت أختي يا خالة؟ ردت المرأة العجوز لم أرواها يا بني من سنين قال لها الأمير الراعي ألم تريها منذ ثلاثين يوم في المنزل مع بعض الجنود وعربة كبيرة؟ قالت المرأة العجوز لا يا بني شكر الأمير المرأة العجوز وذهب وقبل أن يخرج من الباب نادت عليه المرأة العجوز وقالت يا بني يا بني انتظر منذ عدة أيام أتى بعض الجنود الغريبون وكانوا يراقبون المكان من وقت إلى آخر نظر إليها الأمير الراعي بتعجب وقال وهل تعرفينهم يا خالة؟ قالت لا يا بني لكن أشكالهم غريبة عن أهل البلدة وتبدو أشكالهم مثل السحرة اللائمون وأظنهم كانوا يبحثون عن شيء قال الأمير شكرا لك يا خيلة ذهب الأمير في طريقه إلى قصر المملكة لكن من طريق آخر مختصر لعله يجد شيء وكان كلام المرأة العجوز يقلقه كثيرا وفي اليوم الثاني وهو في طريق الغابة توقف ونصب خيمته مع جنوده وقال لمرافقيه من الحرس في الصباح سوف نكمل طريقنا وكان الأمير الراعي قلق شارد الذهن وكان يحدث نفسه كثيرا أين اختفت أختي والجنود هل من الممكن أن تكون الأرض انشقت وابتلعتهم لا 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 يمكن أن يكون هذا نام الأمير الراعي قليلا ثم أفاق في ساعة متأخرة من الليل وذهب لكي يقضي حاجته بجانب أحد الأجور وأثناء سيره نظر إلى الأرض فوجد بعض القطع من العربة التي كانت تركب فيها أخته مشى عدة خطوات بين الأجور ثم ظهرت أقدام عجيبة كأنه رأوها قديما لكنه لم يستطيع التعرف عليها بسبب الظلامة ديمس وفي ذلك الوقت علمت الأميرة بسفر زوجها الأمير فجأة وعلمت أنه ذهب للبحث عن أخته هي والجنود لكن قلقها ازداد كثيرا ولم تستطيع الإنتظار هي الأخرى وقالت سوف أذهب إلى أطراف البلدة لكي أستطلع رؤية الأمير من أعلى الجبل وبعد أن ذهبت الأميرة دون أن يراها أحد من الحرس ولا يعلم بذلك يا أباها الملك في الليل أتى رجل غريب إلى كبير الحرس جحدان وأعطوه خمسة ألاف قطعة من الذهب النفيس والكثير من الجواهر الغالية وعلى الفور أمر كبير الحرس الجنود المخلصون له أو شركائه بتنفيذ الخطة التي اتفق معهم عليها وهي بوضع العشب المخدر في طعام الملك والملكة ثم أخذهم في العرب الملكية ومعه خمسون جند من أعوانه وذهب في طريقه من الطريق الشرقي في الغابة المظلمة وهذا الطريق لا يذهب منه أحد أبدا لأنه تدور حوله الكثير من الخرافات والقصص اختف كبير الحرس في مكان مجهول مع أعوانه وكان بعد أن اختطف الملك والملكة وكان الأمير الراعي متعجبا فقد رأى قرطا فقد رأى قرطا من حلق أخته في الغابة وقال كيف أتت قطعة الذهب هذه إلى هنا إنها تخص أخت العزيزة ما هذا إنها دروع وسيوف وأحذية الجنود جذب الأمير أحد السيوف ونصفه فقط الذي كان يظهر والنصف الآخر كان متشبك في حلقة باب ضخم قال الأمير باب في الغابة رفع الأمير الباب الحديدية المخفية في أرض الغابة ونزل درجات سلم من الصخر وظل ينزل إلى أسفل مدة ساعة كاملة ثم وجد أمامه باب قصر كبير مهول الحجم والطول هم الأمير إلى مقبض اليد الحديدية المعلقة على الباب الكبير وكانت على شكل تنين ومد يده لكي يمسكها ويطرق الباب فسقط في حفرة كبيرة وكأنه كان فخ معد له خصيصا فتح الباب المهول ثم دخل العديد من الجنود وقام بإحضار الأمير الراعي وتم وضعه في سجن كبير في أعماق الأرض ثم غاص الأمير في نوم عميق من كثرة التعب والجهد الذي بذله في البحث عن أخته والجنود وفي اليوم الثاني أفاق على صوت جنوده وأخته معه في نفس السجن ثم قال الأمير الراعي أين نحن؟ قال الجنود لا نعلم يا سيدي أين نحن؟ ثم أتى أحد الجنود واصطحبوا الأمير الراعي وأجلسوه في قاعة كبيرة على أرضي مكونة من الرخيم الصخري ثم أتى رجل ضخم الجثة يبدو على وجهي السواد من كثرة الغيظ والظلم والحقد وقال هل تعلم لماذا أبقيت على حياتك يا راعي الأغنام؟ لأنك عفوت عني في يوم من الأيام لكني لن أقتلك الآن وسوف تظل سجينا تعمل في قصر وفي خدمتي إلى أن يأتي أجلك وهكذا أكون لدى التصنيعك ومعروفك ثم ناد هذا السيد أحد أعوانه غريب الهيئة وكان يبدو على وجهه وهيئته الغريبة شكل السحر الأشرار وقال له هذا السيد القاظم الوجه المقضب بالحاجبين أطعم الوحوش إلى أن يأتي جحدان مع أصدقائي هذا الراعي المسكين قال الأمير الراعي جحدان وسمع صوته هذا السيد ثم وقف وصوح نعم إنه جحدان أحد أعوان أيها الراعي البطل لكنك ستكون هنا خادم وليس بطل قال الأمير الراعي من أنت أيها السيد فضحك الرجل ضحكة عالية وقال ويحك يا رجل ألم تتعرف علي بعد نعم فلك حق فأنت الآن تنعم في القصر الذي كنت أنعم فيه وبخيرته ونظرات الناس إلي ثلاثة سنين قبطا لهم لكنك أتيت أيها الراعي ودمرت كل شيء وطردني الملك وكان عامة الناس يرموني بأقدر الأشياء وقهقها الرجل كثيرا لكني الآن سوف أدمركم جميعا تريد أن تعرف من أنا أنا سائق عربة الأمير وقف الأمير الراعي وقال السائق سائق عربة الأميرة الآن تذكرت نعم أيتها العجوزة الطيبة الآن عرفت عندما ساعدتك في تلك الليلة لماذا حذرتيني وكانت الخطط والمكائد تدبر ثم أكمل الأمير وقال ألم أحسن إليك أيها السائق وأنقذتك قال السائق نعم صحيح وأنا الآن أرد إليك صنيعك وسوف أتزوج الأميرة أمامك وأمام الملك والملكة وسوف يباركون زواجنا وسوف تكون طعوما لهم أيها الراعي ولكن ليس الآن قال السائق العربة أيها الساحر العجوز نهدي على الوحوش وكانت هذه الوحوش ثلاثة من التنانين وكان يتحدث إليهم الساحر بلغة لا يفهمها إلا هو وقال لهم الساحر انظر إلي أيتها التنانين هذا هو الرجل الذي قتل أمكم وكانت الوحوش تزمجر على الأمير بغضب شديد لكن الساحر منعهم وقال لهم ليس الآن لكن في النهاية سيكون وجبة دسمة مثل العصور لكم وناد الساحر على أحد الجنود وقال أحضروا الأحصنة قام الجنود بإحضار ثلاثة أحصنة وألقوها الساحر للوحوش الثلاثة ثم ضحك ضحكة طويلة وكان كبير الحرس الخائن ما زال في طريقه إلى قصر سائق العربة في أعماق أرض الغابة المظلمة ثم قال سائق العربة للساحر أطلق أيها الساحر أحد التنانين لكي تحرق بعد قرى المملكة وأمر الثلاثون جندي يرافقون التنين ومعهم العربات بالخيول لكي يأتوا بالغنائم والذهب والجواري الحسين ذهب شعاع الشمس الذهبي والأميرة الجميلة في الجبل في أطراف البلد المقابل للغابة المظلمة فهوت رجلها فتدحرجت وأغمي عليها وأمر سائق العربة الأمير بحمل الأحجار وحمل الطعام للوحوش الذين كانوا يزمجروا عليه بقوة وكان وراء الأمير ثلاث جنود كلما أحنى ظهره من التعب كانوا يضربوه بالصوت والعصى ذهبت أحد التنانين بأمر السحر العجوز الكهين وكان يتحكم فيهم بجوهرة صفراء كانت تشع نورا شديدا فكان هذا النور الأصفر يجعلهم تحت طوعه وأمره ذهب التنين وكان ينفث النار وأحرق ما حرق وقتل من قتل وأصاب الكثير من الناس التي لا حول ولا قوة لها ونهب الجنود الكثير من البيوت والقصور وذهب الكثير من الناس في أنحاء متفرقة هربا من التنين الهائج في الجبال والغابات والمروج الكبيرة التي تحولت من قطعة خضراء إلى قطعة سوداء ثم أتى الجنود بالغنائم والكنوز وقهقها سائق العربة وكان يذل الأمير كثيرا وقال انظر أيها الراعي ظلت المملكة عين سنين طويلة من تنين واحد انظر ماذا يمكنني أن أفعل بثلاثة من التنين وهم تحت أمر وخدمتي فيما أريد وظل يسخر من الأمير كثيرا ويقهقه كثيرا وكان الأمير الراعي ينظر إليه وغرى ورقة عينيه على أهل المملكة الذين تشردوا والأطفال الذين أصيبوا من هذا السائق الظالم المنتقم بدون وجه حق وكانت الأميرة نائمة لا تدري ماذا حصل لها من هولي السقطة من أعلى الجبل الشاهق الارتفاع ثم رأت كلبا في الحلم كأنها رأته سابقا وقال لها يا أميرتي ألقي الأنياب الذهبية الكبيرة التي أهديها لك الرعي واعملي على رعايتها جيدا ثم أفاقت الأميرة من حلمها العجيب ثم أخرجت الناب الذي أهديه لها الرعي بعدما تزوجت وهو الناب الخاص بالثنين الذي قتله الرعي منذ زمن وكان دائما معلق في سلسلة ذهبية في رقبتها ألقت الأميرة الأنياب الذهبية على الأرض فتحولت إلى بيضة كبيرة الحجم وكانت تشع نورا مثل اللؤلؤ وضعت الأميرة البيض في حجرها وقامت بتدفئتها جيدا من البرد القارس في أسفل الجبل وفي اليوم الثاني صحت الأميرة على شيء يداعب يديها ويقفز على شعرها ورأت الأميرة كائن صغير يبلغ حجمه كحجم كف يد الأميرة حملت الأميرة الكائن العجيب في ملابسها وقامت بإصطياد أرنب كبير وأشعلت النار ببعض الحجارة الصخرية وقامت بإعطاء التنين الصغير بعض اللحم وبعد عدة أيام كان التنين يبلغ عشرين قلم وكان عندما ينام كانت الأميرة تنام تحت رجليه لكي تحتم فيه من الوحوش الضارية والمفترسة أتى الساحر العجوز فجأة إلى سيده سائق العربة وقال يا سيدي الوحوش الثلاثة لا تأكل وتزمجر باستمرأ في هذا الوقت أتى كبير الحرس الخائن ومعه الملك والملكة فقال لهم السيد سائق العربة أرموهم في السجن لكي أطعمهم غدا إلى التنين ثم قال إلى كبير الحرس أين الأميرة؟ نظر إليه كبير الحرس وقال بحث عنها كثيرا لكنني لم أجدها يا سيدي قال سائق العربة أيها الغبي أعطيك الكثير من المال لكي لا تحن رقبتك إليه وأنت خال اليدين لا تعود إلا ومعك الأميرة وإلا سوف أقطع رقبتك وأطعمك للتنين اذهب وخذ معك أحد التنين الثلاثة وابحث عنها وكان التنين لا يريد الذهاب لأنه لم يفترق أبدا من أخوته إلا ساعات قليلة فانهال عليه الجنود بالضرب وذهب إليه الساحر بهذه الجوهرة فخرج منها نور هائل فذهب معهم التنين إلى الغابة المذذمة للبحث عن الأميرة وفي يوم من الأيام والأميرة والتنين في الغابة يسيرون تحدثت التنين إليها وقالت أشكرك أيتها الأميرة على صنيعك معي سوف أظل في خدمتك إلى الأبد وأطرقت التنين تحكي إلى الأميرة حكايتها وقالت أيتها الأميرة الجميلة العطوفة في حياة السابقة كنت أقتل الناس وأحرق المروج الكبير الخضراء لكنني كنت مجبرة على فعل ذلك بسبب جوهرة كبيرة كان يتحكم بي ساحر بهذه الجوهرة والتي أحس بوجودها كلما أتقدم في هذا الطريق وكان من يجعلني أفعل ذلك ساحر عجوز كان يأخذ الجواري ويبيعها لقطوعي الطرق بثروات هائلة وعندما أتى علي هذا الكلب العجيب فلم يقتلني لكنه أزال السحر عني وحررني وأدخلني في هذه الأنياب المسحورة وكنت في هذه الأيام أرقد على ثلاث بيضات ذهبية هم أطفولي لكني لا أعلم عنهم شيئا كلما رأيته أن الساحر العجوز حملهم في حقيبة وهرب دون أن يعلم الرعب وجوده فقامت الأميرة ووضعت رأسها على رأس التنين العملاقة وكانت تبكي مثلها وقالت الأميرة لها لا تحزني صديقتي إن شاء الله سوف نجدهم ونجد الأمير أيضا لا تبكي أيتها التنين الأم على أطفالك وكانت الأميرة تواسيها وتجلس بجوارها في اليوم التالي ذهبت الأميرة لإحضار بعض الأخشاب لكي تشوي غزيلة كانت التنين قرص طاضتها لاحقا وفجأة انقض عليها عشرة من الجنود الأشداء وأتى كبير الحرس جحدين إليها ففرحت الأميرة لأنها ظنت أنه سينقضها لكنها لا تعلم أنه خوئ فضحك كبير الحرس وضربت الأميرة أحد الجنود برجليها فوقع على الأرض وجرت هربا منهم إلى عدة خطوات ثم تراجعت إلى الخلف بقدميها وكانت النين هائل كان يزمجر عليها فأتى كبير الحرس فلطمها بيديه على خدها فسيل الدم من فمها وعندما ضربها كبير الحرس قامت التنينة فزعة من نومها مهرولة وكانت ترى بعينيها الثاقبة على بعد أميال فرأت الأميرة والحرس وهم يضربون الأميرة وقال كبير الحرس جحدين والجنود سوف يكفئن السيد بالكثير من العطايا النفيسة والذهب وكانت الأميرة تعافر معهم وكانوا يسحبوها وراءهم بعد أن ربطوها في إحدى الأحصنة وكانت التنين تشعر بها وبألمها وطورت التنين في السماء ثم سمعت صوت زمجرة فتعرفت عليها التنين أنه أحد أبنائها فسقطت فلم تتميلك نفسها فسقطت من السماء على الأرض وكانت الأميرة تبكي والتنين تشعر بألامها كانت التنينة تقول في نفسها أنا آتية إليك يا عزيزتي لا تخلقي ولا تبكي وكانت الأميرة تسمع ما تفكر فيه التنينة ثم فجأة بعد أن كانت تعافر مع الحرس وقائدهم ابتسمت فجأة وقامت ومشت معهم فتعجب كبير الحرس جحدان لأمرها وفجأة انقضت عليهم التنين في قفزة هائلة فطار الجنود جميعا كلا منهم في اتجاه ثم هجموا عليها بالسهام والسيوف فأطلقت صيحة عالية فهرب الجنود لكن كبير الحرس فكر قليلا وقال إذا عدت هذه المرة إلى السيد وخال اليدين فسوف يقتلني فقال كبير الحرس أيها التنين أهجم على هذا التنين الذي لا نعلم من أين أتى فهجم التنين الصغير على أمه لكنها لم تكن تضربه ولكن كانت تدافع عن نفسها فقط وكانت تبكي بكاء حزينا مرا ونظرت التنينة والأم في عينيه وعلمت أن ابنها تحت سلطة الساحر فزمجرت زمجرة قوية جعلت التنين الصغير يتراجع ويطير في الهواء عائدا إلى أخوته تعجب كبير الحرس وقامه أيضا بالهرب ثم حررت التنين الأميرة وشكرتها صديقتها الأميرة وقالت هيا بنا نتبع الحرس لكي نعرف مكان أطفالك وربما يكون الأمير معهم لأن كبير الحرس باع نفسه وخان الملك ذهب كبير الحرس وراء ما تبقى من الجنود الذين كانوا يصلون واحدا تلو الآخر إلى سيدهم سائق العربة وكانوا يحكون له كل ما حصل ثم أتى كبير الحرس وقال يا سيدي يا سيدي يوجد تنين آخر ضخم ولكنك لن تصدق ما رأيته عندما أمرت التنين بالهجوم عليه فصوح به هذا التنين الآخر فهرب التنين وتركنا وحدنا قال سيدهم كيف يحدث هذا ومن أين أتى هذا التنين ثم طلب من الساحر أن يأتي فقال الساحر أمر مولي قال له السيد هل تخفي عني شيئا أيها الساحر ومن يكون هذا التنين الذي ينصاع إلى كلمه التنين الذي أرسلنيه قال الساحر يا سيدي هذا مستحيل لا يمكن أن يحدث أبدا قال السائق العربة ما الذي لا يمكن أن يحدث أبدا أيها الساحر لا يمكن لأحد أن يتحكم في التنين إلا أنا أو أو قال السيدهم سائق العربة أو ماذا أيها الساحر اللئيم تكلم وقل لي ماذا تخفي عني أيها اللئيم هل تتآمر علي قال الساحر أنا يا سيدي أبدا أبدا لا يمكن أن يتحكم في التنين أحد إلا أنا أو أمه لكن تأثيري أنا أكثر بهذه التميمة السحرية لكن هذا مستحيل لقد اختفت الأم منذ سنين عندما هجم عليها كلب الروعي العجيب هل يمكن أن تكون عادت مرة أخرى؟ هذا مستحيل إذا حصل هذا لم نستطيع ردعها لكن اطمئنا يا مولي فأنا أقوى منها بالسيطرة على أطفالها وسوف أجعلهم يقتلوها وبعد قليل سمعوا ضربا كبيرا وكأنه زلزال ضخم وكانت التنين الكبيرة تلقي على قصره من الجهة الشرقية أحجارا عملاقة لأن التنين كانت تعرف مكيدة السحر اللئين فأمر السيد سائق العرب الجنود بالخروج وكان يطلقون عليها سهاما كبيرة فأصبوها في إحدى رجليها لكن صيحاتها كانت تهز الجبل المقام تحته القصر فكان القصر يهتز بكل ما فيه فأمر السيد الساحر بإطلاق التنين بالهجوم على التنين الأمة فطورت التنين الثلاثة من أعلى الجبل وانقضوا على أمهم التنين وهم تحت تأثير السحر فكانت ثلاثة يضربوها وكانوا أقوى منها ولم تعد التنين الأم قادرة على مقاومة أطفالها فهي لا تريد ضرب أبنائها وقال السيد اللئيم بعد القضاء على التنين اطعم هؤلاء الناس إلى التنين فأمسك الحرس الجنود المخلصين للأمير وقاموا بتقييدهم ومعهم الملك والملكة لكي يتم تقديمهم كوجبة إلى التنين فقال السيد امسكوا أيضا هذا الروعي واجعلوه أول وجبة إلى التنين أما الأميرة فلا أحد يمسها فهي ستكون جارية لي وجاء كبير الحرس ليصطحوا بالأمير إلى السجن وفي أثناء سيره انقض عليه الأمير الروعي وخطف درعه وضربه به فأغمي على كبير الحرس فارتدى الأمير الروعي الزي الخاص بأمير الحرس ووضعه جانبا لكي لا يراه أحد فذهب الأمير الروعي إلى حجرة الساحر فشعر الساحر بأن أحدا في حجرته وفتح عينيه وقال ماذا تريد أيها الحرس قال الأمير السيد يريد رؤيتك في الحال ثم انقض عليه الأمير الروعي وقطعت تميما معلقة في رقبته وقبل أن ينقضى التنين الثلاثة على أمهم التنين وكانت التنين الأم تأنوا من كثرة الضرب وفجأة تحولت عيون التنين من الإصرار إلى اللون الأزرق الجميل وانحنوا إلى أمهم وحملوها إلى مكان آمن ثم أمرتهم الأميرة بالهجوم على قصر سائق العربة فهزت لهم التنين الأم رأسها بإطاعة الأميرة وقاموا بتدمير القصر بأرجلهم العملاقة والقضاء على الحرس الخونة وأمسكوا بالساحر وسائقي العربة وأطلقوا صراحة الملك والملكة وأخت الأمير الروعي ووضع الساحر والسائق في أحد الكهوف التي يعمل بها المحكوم عليهم بالسجن في المملكة وتم سجنهم مع أحقر اللصوص والأشقي وقام الأمير بالعمل على بناء المملكة وتعمير بيوت الناس التي تم إحراقها ونهبها من قبل السيد السائق وقام الأمير الروعي والأميرة بعمل مكان خاص للتنين وأطفالها في الغابة المجاورة للقصر وكانوا يرسلون إليهم كل يوم الكثير من اللحم وما لذ وطوب من الأطعمة أما كبير الحرس فكان عقابه هو الأغرب فكان يعمل على خدمة التنين وكانوا يلعبون به فكانوا يرفعونه في الهواء ويلتقطوه بالذيلهم ومرات يسقط منهم على الأرض أما أخت الأمير فعاشت معهم في قصر مجاور وتزوجت من أحد الأمراء وعاشت المملكة في سعادة ورخاء بعد أن قام الأمير الروعي بإعمارها بالكثير من الخيرات بمساعلة التنين وأمهم التنينة وأنجب الأمير فتاة رائعة الجميل وأمير صغير جميل وكانوا يذهبون كل يوم إلى حريقة التنين ويلعبون معهم وكانوا سعداء جدا وإلى هنا انتهت الحكاية أرجو أن تكون نالت على إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة